خطف فريق الاهل فوزا مهما على المقاصة بهدف النظيف المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاذ الاهل والسلام ضمن منافسات دورة 16 بطولة كأس مصر ليتأهل الاهل لملاقات المقاولون العرب في دورة 8 لبطولة الكأس واجأ هدف الاهل الوحيد عن طريق رامي ربيع في الدقيقة الرابعة والتسعين من ضربة جزاء